13 عاماً بسبب إضرام النار في مكتب التجنيد العسكري في نيجني فارتفسك تلقى المتهم فاسيلي جافريليشن حكماً نهائياً سوف يقضي سنوات الخمس الأولى في السجن وبقية فترته في مستعمرة النظام ستاري أما دميتري ليامن وهو من سكان منطقة إيفانوفا فقد حكم عليه بالسجن ثمانية سنوات لارتكابه عمل مماثل كما سيقضي مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً من راستوف على الدون ست سنوات في السجن المستعمرة اتهم بالتحضير لإضرام النار في مكتب التجنيد العسكري والتهم ميخيل فيلاطف من سكان مدينة إيريوبينسك بقضية هجوم إرهابي كان سبب المحاكمة الجنائية هو إضرام النار المتعمد في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في مقاطعتي إيريوبينسك ونفا نيخالايفسك في منطقة بولغاقراد والذي حدث في وقت مبكر من صباح يوم السادس والعشرين من سمتمر في اليوم نفسه احتجزت قوات الأمن فيلاطف زريمة مسايفة والدة نشطاء حقوق الإنسان الشيشانيين حكم عليها بالسجن خمس سنوات ونصف وقد اتهمت بالاحتيال واستخدام القوة ضد ضابط الشرطة أنا لم أرتكب أي جريمة يعلم الناس كم أنا إنسان طيب يرى الله أن ضمير مرتاح زوج مسايفة هو القادر الفدرالي الشيشاني السابق سادي ينقل بايف أبنائهما أبو بكر وإبراهيم نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومعارضان خلال الأعوام 2018 ولغاية 2022 غادرت عائلة ينقل بايف روسيا وفي نهاية عام 2021 أبلغوا عن اختطاف العشرات من أقاربهم في الشيشان رئيس الشيشان رمضان قديرف وصف شخصيا هذه العائلة بالإرهابيين ووعد بملاحقتهم صدر حكم آخر بموجب المادة الخاصة بتشويه سمعة الجيش الروسي من قبل محكمة مدينة شيرنوفسكي في مقاطعة تشيثا وهكذا تم الحكمة على ميخيل رمانف بوضعه تحت المراقبة لمدة عامين كما أنه متهم بالتحريض على الكراهية والتطرف السبب منشورات في شبكات الاجتماعية تستخدم الحكومة آلية قبعية لكبح السكان وبهذا المعنى فإن خوانين التشويه الجديدة هذه مريحة للغاية بما أنها تفرض رقابة من ناحية ومن ناحية أخرى فيه نموذج مبسط للغاية ويمكن تلخيص أي شيء بموجب هذه المادة حول تشويه السمعة كما أن أساليب قوات الأمن الروسية لا تتغير وهم واثقون من إفلاتهم من العقاب يستخدمون التعذيب والإذلال على سبيل المثال تعرض فيتالي يوفي وهو ناشط في مدينة سانت بطرسبرغ للضرب أثناء احتجازه في الثاني والعشرين من يونيو كما وجه المسدس إلى رأس أحد السكان منطقة ريزان أثناء تحرير المحضر هذه كلها طرق قديمة طرق العمل على الشخصية البشرية من قبل دائرة السجون الفيدرالية هدفهم الرئيسي هو قمع الشخص قشخص لجعله حيوان طبيعي من الإنسان حتى لا يفكر بأي شيء بل يقوم فقط بتنفيذ المتطلبات القانونية وغير القانونية ولا يدافع عن حقوقه يؤكد الخبراء أن أي شيء يمكن أن يكون بمثابة سبب للاحتجاز في روسيا ليس من الضروري أن تكون رموزاً مناهضة للحرب أو رموزاً أوكرانية وهكذا في منطقة إركوتسك تم توقيف طالب يبلغ من العمر 19 عاماً لمدة 15 يوماً وزعم أنه قام بمنشر منشورات عليها علم أبيض وأزرق وأبيض ترجمة نانسي قنقر